بسم الله الرحمن الرحيم بنستكمل تطبيقات على خلاص المواع وبناخد نهاردة مثال رقم ثلاثة بنقرأ المثال عندنا determine the pressure difference across nozzle if diesel is sprayed through it with average diameter مدين الديامتر surface tension 0.04 نيوتن على متر فعايز يحسب مني التغير انا استرجع هنا ايه اللي هو change of pressure due to surface tension احنا عارفين بالنسبة للcylindrical اللي هي الجيت عندنا زي ما قلنا المرة اللي فاتت ونفكرك بالكلام اهو يبقى انا عندي هنا الدامتر بتاعي معروف يعني ال R معروفة وادا ال L بتاعتنا معروفة احنا وصلنا الى انه التغير في ال pressure delta b sigma على R يبقى delta b sigma موجودة وال R موجودة اطلع على طول قيمة delta b تطلع 2.67 ك كيلو باسكال كيلو باسكال يبقى انا هنا قدرت اطلع على طول عندي قيمة تغير في ال pressure بداخل السلندر ان تطبيق مباشر في العلاقة بتاعتنا مثال البعد كده بيقولي calculate service tension برضو على خاصية service tension if the pressure difference هنا العكس بقداني هنا delta b مديني delta b وطالب مني احسب surface tension sigma وطالب مني احدد النوع عندي هل هو bubble هل هو drop هل هو jet او cylindrical لا هو ايلي في مسألة bubble sub bubble على طول استرية قانون sub bubble delta b ساوى 4 sigma على R يبقى surface tension ستساوي اطلع delta b على R على 4 واعوض بالقيم اللي موجودة عندي مع ملاحظة الطبيق كل يكون SI unit يبقى بيطلع عندي surface tension 4.00675 newton per meter هنا شفنا خصائص بسيطة جدا تطبيقات مباشرة في القوانين بسرعة جدا وان شاء الله في المحاضرة القادمة نستكمل باقي الخواص بتاعتنا